أعلن العهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن السعودية ترفض أي محاولة لاستخدام الحج لأغراض سياسية وقال الملك سلمان إن المملكة ترفض رفضا قاطعا أن تتحول هذه الشعيرة العظيمة إلى تحقيق أهداف سياسية أو خلافات مذهبية وأكد العهل السعودي حرص المملكة على خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حرص المملكة العربية السعودية على خدمة حجاج بيت الله الحرام وبينا أن جهود المملكة متواصلة من أجل توفير أجواء الراحة والطمأنينة والأمان للحجيج وأني أبناء الأسفلين أشكركم جميعا نظير ما تكون به من جهود عظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام ونحن نشرف جميعا بخدمة ضيوف الرحمن والسهل على راحتهم ونبدو الغالي والرخيص والنفيذ في سبيل توفير أسباب الراحة والطمأنينة لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهوة